العمل المخلص من أجل خدمة الوطن والمجتمع وعبر رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى عبدالله محمد وعلي وعبدالرحمن وعبدالناصر أحمد الوالي ونائبي وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وجميع آل الوالي عن خالص العزاء والموسى بهذا المصاب الأليم الذي خسر الوطن برحيله واحدا من خيرة أبنائه داعيا الله العلي القديرا يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا بأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي للإطمأنان على صحة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح